تقول بأن المجالس زيادة في التشضي يعني اليوم ونحن في حرب عصفت بنا منذ 2014 ومنذ أن تشكل التحالف العربي ومنذ أن انطلقت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015 ونحن في حرب طاحنة مع مشروع صفوي، مشروع إمامي، مشروع سلالي، مشروع حوثي، مستمد يا سيد الدراسل والله أنا أريد أن توصل إلى النقطة زيادة المجالس، زيادة في التشضي، وتأخذ على السعودية هذه النقطة أنا أقول أنه اليوم تشكيلات أي تشكيلات أخرى داخل الجنوب وداخل المناطق المحررة التي تعتبر هذه المناطق تحت إشراف مباشر من الشرعية ولا تحتمل تشكيلات قبلية ولا تشكيلات عسكرية بغدر ما تحتاج إلى تنظيم لإداراتها، تنظيم لمؤسساتها إعادة لتدشين الأمن والاستقرار أولا تفعيل المؤسسات الإيرادية فيها تنشيط العملية التنموية في هذه المناطق اليوم هناك يعني عشان ما نضيع النقطة عفوا ترجمة نانسي قنقر